صباح الوصفات الطيبة وصفتنا لليوم عجينة مميزة بتاخد العقل طلبوها كتير من المتابعين عجينة القوزي اللي ممكن تستفيدي منا تعملي طبق حلو وطبق مالح وبنفس الوقت منا نحضر حشوة هالقوزي برز قصير مو برز طويل انفلفة وبنفس الوقت هالعجيلة ممكن تفارزيها لسنة ما بيصر لاشي وقت البدك ياها بالطالعية وبتحشية وبتخبزية يلا دخلي معي عالمطبخ وما تستهيني بقدوراتك وقولي بسم الله عجينة بتجنة والله العظيم رح نبدأ بتحضير الحشوة بدنا ياها بردة وقتنا نحشية ويا ريت لسواني تعملي زوم للكاميرا وتشوفي روعة هالمشهد وبعدين رح ننتقل لمرحلة نعه الرز القصير بمي عادية من الحنفية بويعا كوب رز مع معلقة ملح ومي من الحنفية وبحركو وبتركو على جنب لمدة ساعة بويعا معلقة سمي بدي أحمص اللوز بعد ما ياخد لون دهبي بحط الصنوبر من الحرارة بياخد لون دهبي ده أرفع المكسرات وبنفس الدسم بدي أقلي اللحمي بعد ما أاخد لون جميل بحط ملح ورشة بهار حلبي وبقلبن وهلأ شوفوا إشنا نعمل طالعت البازيلا غليت مي حطيت البازيلا بعد ما تغلي أربع دقايه باختبر نطج البازيلا بصفيه وبضيفه لللحمة وبحركها ليتجانسوا مع بعض هلأ شوفوا إشنا نسوي الرز بصفي خلص أخدت تمدد للرزة طرح النشاة تبعه تخلصنا من المادة التخزينية تبعته أثناء التعبية كل كوب رز بده كوب وربع مي زائد معلقة كبيرة بحطها المي بهالطنجورة وبدي أحطها على النار أغلي المي ركزي صبية رح أرفع اللحمة والبازيلا وأحط بالطنجرة معلقة سمنة بدي أشوح الرز أخلي الرزة تتغلف بالسمنة والمي المغلية رح أضيفها كوب وربع زائد معلقة مي فوق الرز وبدي أحرقهم وأعدل الملوحة وأضيف تلت ترباع مقدار اللحمة والبازيلا وأغطي هالوصفة لحتى تنشف السوائل بدي أتفقدها يا سلام طلعت السقوب ممكن ببساطة أحركها هلأ بدي أحط اللحمة المقلاية مع البازيلا بدي طعم تقلاية اللحمة تمام بدي أسكبها هلأ لكوب برود تماما بضيف المكسرات بدي المكسرات أستطعم فيها مايروح تحميصة قوعك تحطي المكسرات فوق الحشوة السخنة وهلأ رح نحضر العجيم رح أعطيكي المقادير بالكوب وبالجرامات 500 جرام طحين مايو عادل 3 أكوان ملح 10 جرام مايو عادل معلقة كبيرة ممسوحة مايو عادل معلقة القياس الكبيرة ناقص رشي المعلقة كبيرة بودرت حلب المعلقة كبيرة سمن عربي زيت 1-2-3-4 نريد نصف البيبة للكيلو خطوا بيبة المي هو ما يعادل ربع كيلو خدوا قاعدة مقدار الطحين نصف كيلو نصف مقدار الطحين اللي هو ربع كيلو المي دافي شوفوا اشنا نسابق بدنا قطر اللي هو شيرة بس معلقتين رح احطهم فوق البند هاي معلقة وهاي معلقتين بداية رح ابسبس الدسم بالطحين وبعدين بنتقل لوضع الماء اللي مدوب فيه القطر بحط الماء شوي شوي وبلملم هالعجينة نحن كلنا بنعرف انه كل نوع طحين استيعابه للسوائل يختلف مشان هيك نحن بدنا عجينة متماسكة منحط الماء شوي شوي ما منستعجل ابدا هلا من نعم العجينة بهالبلاطة ويا سلام الما بدو بيضة يستبعدة قوام العجينة بيكون بهالشكل ما لو رخو انتبهوا لهالنقطة بعد راحته ترخي بهالشكل راح الريحة لمدة نص ساعة بناعم العجينة وبكورها وبحط بالوعاء رشة طحين مرش الطحين على السطح مشان ما يتكون اشري ومرريحة مص ساعة ارتاحت العجينة جبنا هالطحين والنشا هون حطيت نصف كوب نشا ونصف كوب طحين بدي استعملون اسناء التشكيل جبت كرة العجين ورح افردها رول واقطعها بالحجم اللي بديها البعض بيحب القوزي صغيرة وسط كبيرة حسب زوءك الشخصي رح اقطعها وارش طحين ونشا مخلوطين ببعض وباخد كرة العجين بعملها بوز وبكورها بهالشكل بديك تقليلي خالي ليش هيك عم تعملي مشان ما تجقوم معك اثناء فردة بيدك او بالشورك بلتها طحين ونشا وبحطها بالصينية والمفروض اغطيها واريحها لمدة نصف ساعة بديك تقليلي خالي اشو كل ما اشتغلتي فيها بتريحية نعم مشان تنفرد معك وما تزم وتكش معك رشيت الكرات طحين وريحتهم السمنة لازم بيردة تقليلي خالي ممكن زبدة نعم ممكن باخد كل كرة عجين بفردها بكفي بهالشكل برشلة طحين ونشا وبحطها على جنب باخد الكرة الثانية بفردها وبحطها فوقها بعد لطها بطحين ونشا كل ثلاثة فوق بعض بيعطوني حبة اوزي هي هي طريقة التوري اللي رح اعمله لأعمل اوزي بعد ما عملتن الثلاث كورات فوق بعض بريحن ربع ساعة بعدين بفردن بالشوبك من الاطراف اعملي زوم للكاميرا ما تفردي بالوسط بعد ما تفردي الاطراف ببقى سماكة ملحوظة بالوسط بفردها بالنهاية وبحطها على جنب دعم لك واحدة ثانية بضغط بإيدي ممكن بدون شوبك على الاطراف من جميع الاطراف اطراف الدائرة شايفة شلون عبتنفرد بكل بساطة معي في سماكة بالوسط بالنهاية بتضغط عليها ابتنفرد وممكن تفرديها بالشوبك بيصير عنا رغيف كبير عبارة عن تلت طبقات بس ركزي معي بعد ما اجمعن هالارغفة اللي كل رغيف تلت طبقات شو في اش ده اعمل فورا بحضر السمنة بخلطها بإيدي لطبيض شوي ممكن زبدة ببساطة بدي أدهن بين كل الرغيف ورغيف سمنة شايفة تلت أرغيفة باخد معلقة سمنة وبفتحها على كل الرغيف وبحط فوقها الطبقة الثانية وبدها نسمني بترك على الحواف نص سنتي ما جاي سمنة وبحط الرغيف التالت بهالمرحلة ضروري ضروري ريحة بالبرات وبهالمرحلة ممكن تفرزيها لسنة ما بيصر لشي بجيب ورق زبدة بعملن مربعات بحط كل الرغيف مؤلف مثل الطبقات برشله طحين ونشا بعدين بحط ورق زبدة ممكن ببساطة تفرزيهم وقت عندك عزيمة بطالعيهم وبتعمليهم أحلى أوزي شوفي شلون بتنفرد طبعا أنا ريحتها لمدة نص ساعة هلا بكل بساطة بفردها بالشوبك أو بإيدي فردة بسيطة وبعدين بلفها رول بهالشكل ومباشرة بقطعها حسب حبة الأوزي اللي بدك تعمليها ممكن تفردية ببساطة بإيدك وبعدين تستعملي الصحن مشان يعطيكي شكل القبة وممكن ما تستعملي الصحن وبيعطيكي شكل القبة جود بالموجود حتى بتمط معك بكل بساطة عجينة ترفع لها القبعة بهالمرحلة رول ممكن تفرزيها لسنة شايفي؟ هلا أنا عطيتك مثال أنه أنا فرسته وفعلا تاني يوم أنا عملت طالعت رول خليته ياخد حرارة المطبخ ولكن بارد انتبهوا لهالنقطة قطعت الرول حسب الحجم الأوزي اللي بدي أعمله بقطعه بهالشكل وهلا بكل بساطة نهاية الرول بحطه من تحت مشان أحكم النهاية وبضغطها بكفي بطلع معي دائرة شايفين؟ ممكن هالعجينة تحشية أشطة ومنزل الأشطة بقناتي ثلاث أنواع الطبيعية والطبخ وأشطة جيمر ولكن تحضير منزلي شايفي شلون ضغطها؟ أقراس هلا بكل بساطة بفردها بالشوبك أو بإيدي وحب أعطيكي معلومة تانية ممكن بعد ما تقطعيها بهالشكل تفرزيها لمدة سنة مافي مشكلة هلا برش طحين مخلوق بالنشا وبكل بساطة باخد كل قطعة متل ما قلتلك نهايتها حطيتها من تحت وبدي أضغطها بكفي أماني تكون بيردة لحتى تعطيكي نتيجة رائعة وما تسيح السمنة أو الزبدة الموجودة بداخله بفردها من الحواف أول شيء وبعدين بالنهاية بضغط على الوسط مشان ما الحشوة تشف زيادة وتشق معك ممكن بكل بساطة بعد ما ضغطت دوائر صغيرة بجمعهم وبجيب الشوبك شايفة شنون عم بفرد على الأطراف وبالنهاية بعطي ضغطة بالوسط من خلال الشوبك انفردت على قد الدائرة اللي بترغبية برش من حين لآخر طحين مخلوط النشا وبفردها وبنفض هالطحين والنشا وبتكون جاهزة للحشوة الحشوة بيردة بكل بساطة بجيب صحن متوفر عندي وزا ما له متوفر جود بالموجود بإيدك رح أفرجيكي شلون التشكيل وبيعطيكي شكل القبة حطينا هالدائرة بالصحن وممكن بكل بساطة أعملي زوم للكاميرا شدية تنشد معك بكل بساطة لأنه إغدة راحتها بحط الحشوة وبكبسة بالمعلقة بحشية على كيفك وبعدين بكل بساطة بشد العجينة وبسكرها على بعضها ما بتحتاجي شيء أبدا أبدا رح أتسكر معك لأنه بعد التسكير ببساطة بقلبة وبصير عندي شكل القبة مسبقا بحمي الفرن حرارة 180 النارين سوا والصينية المفروض أدهنة سمنة وفيرة كوني كريمة لأنه بدي تاخد لون جميل إذا ما أعطيتي سمن وفير ما بتعطيكي لون جميل وبدي أعطيكي نصيحة أثناء خبزة المفروض السمن الموجود بقاعة الصينية تشيليه بالمعلقة وتصبيه على كل قطعة من قطعة الأوزي هاي ما تنسيها ودوري الصينية لطاعطي كل الأطراف لون واحد رح أعيد التشكيل اعملي زوم للكاميرا وشوفي التشكيل لحتى يرسخ بزهنك وتتجنبي الهدر المادي والمعنوي رح أعطيكي نصايح مهمة رجاء التبعية وتابعي الفيديو للأخير ياريت نشعل النارين سوا بداية بعد عشر دقايق طفي النار من فوق وتابعي من تحت الاستواء ومن حين لآخر ما تنسي الترطبية بالسمن الموجود بقاع الصينية مشان ما تنشف معك ومشان تغدي لون جميل ورجاء يكون الرز أصير للحشوة والمقادير اللي عطيتك ياها ناجحة مليون بالمية وتسلسل تحضير وراحة العجين مهم جدا لينجح معك وضروري برودة المكان هالطريقة رائعة للشعيبيات الحلبية المسلسة بتجنن حضرية من نفس العجينة ولكن الشكل مختلف بتعمليها مربعات وبتطبئيها على بعض لتعطيكي شكل المسلس هلا بتعطيكي طريقتين ممكن تحطي السمن مباشر أنا جربته وناجحة مليون بالمية وممكن تسخني السمن وتحطيه فوق حبات الأوزي حمينا الفرن مسبقا وأخذنا لون جميل وسمعنا النصايح وأخذنا أوزي بياخد العقل بتمنى اللايك اللايك مهم جدا لحتى اليوتيوب يقترح هالفيديو المفيد بتهمني تعليقاتكن هي اللي بتعطيني دافع لحتى استمر وأعطي بحب صدقوني العجينة بتجنن الصبايا انتظروا كتير لحتى نزلتا وممكن تفرزيها لوقت الحاجة فعلا بتبيضي وشي أنا عملت بهالعجينة مقدار صينيتين عملت صينية وأجت رفيقتي لعندي ودوقت إياهن وتاني يوم طالعت الرول من الفريزر لحتى أخذ برودة المكان أطعت وفردت أقرص وحشيتها وخبستها وأخذت أوزي بياخد العقل تحياتي بودعكن وما تنسوا تعملوا زوم للكاميرا لحتى نجلي نظرنا بهالنجاح الباهير دخلوا المطبخ وقولوا بسم الله وخالي دلال راح تساعدكن في الإجابة على كل أسئلتكن موسيقى وغغم وبيس الأمر اشتركوا في القناة